الجهاز الهضم في الإنسان بيتكون من قناة هضمية وغدد ملحقة بالقناة الهضمية القناة الهضمية بتتكون من الفم بعد كده البلعوم بعد كده المريء بعد كده المعدة بعد كده لمعاية الدقيقة وبعد كده لمعاية الغريضة وفي الآخر بيكون في فتحة الشرق والغدد الملحقة بتشمم الغدد اللعبية والكبد والبنكرياس نجي بعد كيان نشوف مراحل الهضم اول حاجة الهضم في الفم القانون الهضمية بتبدأ بفتحة الفم والفم بيحتوي على ثلاث حاجات اول حاجة وهي الاسنان تاني حاجة اللسان تالت حاجة الغدد اللعبية الاسنان بتتميز الى قواطع وانياب ودروس القواطع بتكون في مقدمة الفك وبيتم استخدامها في تقطيع الطعاء والانياب بتكون موجودة وراء القواطع وبيتم استخدامها في تمزيج الطعاء والدروس بتكون وراء الانياب وبيتم استخدامها في طه الطعاء بعد كده اللسان بيقوم بتزوج الطعام وتحريكه وخلطه باللعاب اللي بيتم يفرزه من الغدد اللعبية نيجي بعد كده للغدد اللعبية وهم تلات أزواج من الغدد اللعبية بتفتح بكنوات في التجويف الفمي علشان تصب اللعاب اللي بيحتوي على المخاط اللي بيلين الطعام ويسهل انزلاقه ظهر ان اللعاب بيحتوي أيضا على انزيم الأميليز واللي بيطلق عليه اسم التيالين وهو بيعمل في وسط قلة وضعيف البيتش بتساوي 7 و 14 ودور انزيم الأميليز هو انه بيحلل النشا الى سكر سناي وهو الملتوز واللي معروف باسم السكر الشغير فاحنا عندنا النشا لما بيدخل الفم بيتم تحليله مائيا بوسطة انزيم الأميليز اللي بيعمل في وسط قلة وضعيف الى سكر الملتوز وده سكر سناي وبيطلق عليه اسم سكر الشغير نيجي بعد كده للبلعوم البلعوم بيكون موجود في مؤخرة الفم بحيث انه بيمتد منه أمبوبتين الأمبوبة الأولى هي المرية واللي بتكون موجودة في الخلف والأنبوبة التانية اللي في الأمام هي القصبة نوائية ودي بتعتبر بوزء من الجهاز التنفسي في منطقة البلعوم بتحصل عملية البلع وعملية البلع بتعتبر فعل منعكس منصك بحيث ان اثناء عملية البلع بترتفع كمة القصبة نوائية والحلجرة أمام لسان المزمار على شانتي في الفتحتها فيندفع الطعام من الفم إلى المرية نيجي بعد كده للمرية والمرية بيكون بعد البلعوم بحيث انه يمر في العلق والتجويف الصدري ممتداً بمحاذاة العمود الفقري وطول المرية حوالي 25 سنتي والمرية بيكون موجود في التنطب غدد لإفراز المخاب ودور المرية هو انه بيكون بتوصيل الطعام للمعدة بواسطة مجموعة من الإنكباضات والإنبساطات العضلية التي تسمى الحركة الدودية واللي بتستمر على طول القناة الهضمية علشان تقوم بدفع الطعام وخطه وعجله مع العصارات الهضمية بعد كده تشوف الهضل في المعدة المعدة هي عبارة عن كيس منتفق بتبدأ بعضلة أخلاقية بتتحكم في فتحة الفؤاد وفتحة الفؤاد بتفصل المعدة عن المرية وبتنتني المعدة بعضلة حلاقية عاصرة علشان تتحكم في فتحة البواب وفتحة البواب بتفصل المعدة عن الأمعاء الضقيقو المعدة بتفرز العصير المعدة وهو عبارة عن سائل حمضي عديم اللون بيتكوى من ثلاث حاجات أول حاجة هو المية وبتكون نسبتها تسعين في المية تاني حاجة حمض الهيدروكلوريك اللي هو اختصاره HCL وبيكون ليه ثلاث وظايف أول حاجة هو إنه بيجعل الوسط في المعدة حمضي وبتكون البيتش بتساوي من واحد ولص إلى اثنين ولص وبالتالي بيوقف عمل إنزيم الأميليز اللي هو التيالين وبيقتل الميكروبات اللي بتدخل مع الطعام وبينشط إنزيم البيبسين تالت حاجة ووجودة في العصير المعدة هو إنزيم البيبسين واللي بيتم يفرزه في صورة غير ناشطة تسمى بيبسينوجين وبيقوم حمض الهيدروكلوريك بتنشيطه علشان يغضم البريتينات إلى سلاسل عديد البيبتيت إنزيم البيبسيني الناشط بيحلل البريتينات وبيكسرها من روابط بيبتدية كبيرة إلى روابط بيبتدية وسيارة وبالتالي بيلاحظ إن البريتينات هي المواد الغذائية الوحيدة اللي بيأثر عليها العصير المعدين لغير إن العصارة المعدية ما بتأثرش على الخلايا المبطنة للمعدة وده بسببين أول سبب إنزيم البيبسينوجين بيكون موجود في صورة غير ناشطة وبالتالي لا يتم تنشيطه إلا بعد خروجه من خلايا المعدة إلى تقوفها وده بيكون بفعل حمض الهيدش سي ال تاني حاجة هو وجود الإفرازات المخاطية الكسيفة للجدار الداخلي للمعدة واللي بتحميها من فعل العصارات الهضمة نيجي بعد كده للهضل في الأمعاء والأمعاء بتكون موجودة بعد المعدة وبتتكون من الإسنى عشر والصائم واللفائفة طول الأمعاء الدقيقة بيفلغ حوالي 8 أمتار وقطرها بيتراوح من 3.5 سنتي في بدايتها 1.5 سنتي في نهايتها والأمعاء بتنتني على نفسها وبيربط بين التواتها في شاء اسمه قشاء المصاريقة بيتم إفراز مجموعة من العصارات الهضمة داخل الأمعاء الدقيقة والعصارات دي بتعمل على هضم الطاقة وهم 3 أنواع من العصارات أول حاجة العصارة الصفروية تاني حاجة العصارة البنكرياسية تالت حاجة العصارة المعوية تعال نشوفهم كده بالترتيب عندنا العصارة الصفروية بيتم إفرازها من الكبد على الغذاء أثناء مروره في الاثنى عشر والعصارة الصفروية تخلو من الإنزمات العظمة وده العصارة الوحيدة التي لا تحتوي على أي إنزمات وظيفة العصارة الصفروية هي أنها بتعمل على تحويل الدهون إلى مستحلب دهني يعني بتجزأ الحبيبات الدهنية الكبيرة إلى قطرات دهنية صغيرة وبالتالي بيسهل ويسرع التأثير الإنزمي على الدهون التي تزوب في المال العصارة الصفروية بيتم إنتاجها من الكبد وبيتم تخزينها داخل الحوصلة الصفروية اللي هي المرارة لحين نفرزها في الاثنى عشر نجي بعد كده للعصارة الثانية وهي عصارة البنكرياسية والعصارة البنكرياسية بتفرز من البنكرياس على الطعام في الاثنى عشر وبتحتوي العصارة البنكرياسية على أربع حاجات أول حاجة هي بيكربونات الصوديوم ودي بتعادل حمد الـ HCL اللي هو حمد الـ Hydrocloric وبتخلي الوسط قلوي يعني الـ pH بتساوي 8 تاني حاجة انزيم الأميليز البنكرياسي وده بيعمل على تحليل النشا والجلايكوجين إلى سكر سناية اللي هو سكر الشعير واللي اسمه سكر الملتوز فبتم تحلل النشا والجلايكوجين مائيا داخل الأمعاء في وسط قلوي إلى سكر ملتوز اللي هو سكر الشعير بفعل انزيم الأميليز البنكرياسي تاني حاجة انزيم التريبسينوجين وده بيكون غير نشط ولكن أول ما يوصل للإسنا عشر بيتحول إلى الصورة النشطة وهي التريبسين وظيفة انزيم التريبسين هو أنه بيعمل على تكسير البروتينات إلى عديدات الببتيد وبتم تنشيط تريبسينوجين إلى تريبسين بفعل انزيم بيتم إفرازه من الجدار الداخلي للنمعاء الدقيقة بيطلق عليه اسم التيروكينيز وبالتالي نستنتج أن العصارة البنكرياسية تحتوي على انزيم التريبسينوجين غير راشط بحيث أنه لا يتم تحليل أنسجة البنكرياسي المكونة من بروتين تاني حاجة انزيم الانتيروكينيز بيلعب دور غير مباشر في هضل البروتينات وده لأنه بيعمل على تنشيط التريبسينوجين إلى تريبسين نجي بعد كده الرابع حاجة في الوصارة البنكرياسية وهو انزيم اللايبيز وقال اسمه هو بيحلل الليبيدات يبقى انزيم اللايبيز بيحلل الدهون مائيا بعد تجزئاتها بالصفرة إلى أحمد دونية زائد جليسري العصارة اللي بعد كده هي العصارة المعاوية وده بيتم يفرزها من خلايا خاصة في جدار الامعاء الدقيقة وبتحتوي على انزيمات بتكمل عمل الانزيمات السابقة في عملية العضم النهائي لمكونات الغزاء أول حاجة العصارة المعاوية بتحتوي على مجموعة انزيمات الببتيديز التي تعمل في وسط قلوي وده عدة أنواع بيختص كل منها بتكسير الروابط الببتيدية اللي بتكون موجودة بالأنواع معينة من الأحمد إلى أمينية في سلسلة عديد الببتيد علشان تنتج في النهاية الأحمد الأمينية المختلفة يبقى انزيمات البيبتديز التي تعمل في وسط قلوي بتحول سلاسل عديدات البيبتيد إلى أخماض أمينية المختلفة ثاني حاجة مجموعة الانزيمات المحللة للسكريات الصنعية إلى سكريات وحادية وإيه كالتالي انزيم الملتز وده بيحلل سكر الملتوز اللي هو سكر الشعير إلى 2 جزء من سكر الجلوكوز واللي اسمه سكر العين ثاني حاجة انزيم السكريز وده بيحلل سكر السكروز إلى جلوكوز زائد فاركتوز ثالث حاجة انزيم اللاكتيز وده بيحلل سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن إلى سكر جلوكوز وجالكتوز وآخر حاجة في الهصارة المعوية هو انزيم الانتروكنيز والانزيم ده مش من الانزيمات العظيمة ولكنه بينشط انزيم التريبسينجين إلى تريبسين وبالتالي بنستنتج أن الإنزيم المحلل للسكريات الصناعية إلى سكريات أحدية متمثلة هو إنزيم المالتيز وكمان بنستنتج أن هضم السكريات الصناعية زي سكر السكروز وسكر اللاكتوز بتبدأ وتنتهي في الأمعاء الدقيقة يبتعال كده نلخص بسرعة العصارات الهضمة اللي بيتم إفرازها على الطعام للقناة الهضمية من بداية القناة الهضمية بيتم إفراز اللعاب والعصارة المعادية والعصارة الصفروية والعصارة البنكرياسية والعصارة المعوية اللعاب بيتم إفرازه من الغدد اللعابية في الفم وبيحتوي على كل من المخاط وإنزيم الأميليز واللي وطلق عليه اسم التيالين والعصارة المعادية بيتم إفرازها من جدار المعدة الداخلي وابتعمل في تجويف المعدة وبتحتوي العصارة المعادية على الماء وحمد الهيدركلوريك وإنزيم البيبسينوجين غير النشط والعصارة الصفروية بيتم إفرازها من الكبد وبتعمل داخل الاسناعشر والعصارة الصفروية بتحتوي على الصفرة اللي بتحول الدهون إلى مستحلب دهون بعد كده نيجي للعصارة البنكرياسية اللي بيتم إفرازها من البنكرياس وبيتم عملها داخل الاسناعشر وبتحتوي العصارة البنكرياسية على بيكربونات السوديوم وإنزيم الأميليز البنكرياسي وإنزيم التريبسينوجين وإنزيم اللي بيز وآخر عصارة هي عصارة المعوية ودي بيتم إفرازها من كلايا خاصة في جدار المعادة الدقيقة وبيتم عملها في منطية اللفائفي وبتحتوي العصارة المعوية على إنزيم الببتديز وإنزيم السكريز وإنزيم الإنتيروكنيز وإنزيم المالتاز وإنزيم اللاكتاز وبرضه على شام من طلقباتش تعالى نلخص مراحل هضم الكربوهيدرات والبروتنات والدوون على طول القناة الهضمية الكربوهيدرات بتدخل الجسم في ثلاث صور أول صورة وهي النشويات واللي بيتم تحليلها بعد كده إلى سكر الملتاز اللي هو سكر الشغير بوسطة إنزيم الأميلاز اللي يتم يفرزه من الغدد اللعبية وعد كده بيتحول الملتاز إلى اثنين جزئي جلوكوز بفعل إنزيم الملتاز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق تاني حاجة سكر الساكروز اللي هو سكر الأصب وده بيتم تحويله إلى جلوكوز وفاركتوز بوسطة إنزيم الساكريز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق ثالث حاجة وهو سكر اللاكتاز اللي هو اسمه سكر اللبن بيتحول إلى جلوكوز زايت جلوكتوز بفعل إنزيم اللاكتاز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق نيجي بعد كده للبروتنات والبروتنات بتتحول إلى عديدات البيبتيد بفعل إنزيم البيبسين اللي بيتم يفرزه في المعدة بصورة غير نشطة وهو البيبسينوجين بعد كده عديدات البيبتيد بيتم تحولها إلى أحماض أمينية بوسطة إنزيمات البيبتيديز اللي بيتم يفرزه من الوسارة المعوية في أنمعه الضقيق وآخر حاجة وهي الدهون الدهون بيتم تحولها إلى مستحنة بدوني بوسطة الوسارة الصفروية اللي بيتم يفرزها من الكبد ويتم تخزينها داخل الحويصالة الصفروية اللي هي المرارة بعد كده بيتم تحويل المستحنة بدوني إلى أحماض دونية زاد جليسرين بوسطة إنزيم اللي بيز اللي بيتم يفرزه من الوسارة البنكرياسية في الأسنى عشر وآخر حاجة خالص في الجهاز الهضمي هي المعاية الغريزة واللي بيتم من خلالها التخلص من فضلات الطعام بتندفع فضلات الطعام غير المعظومة إلى لمعاية الغريزة بطانة لمعاية الغريزة بتحتوي على الكثير من التحززات وبالتالي بيساعد على انتصاص الماء وجزء من الأملاح المعدنية من خلالها فتصبح فضلات الطعام شبه صلبة وبتتعفن داخل لمعاية الغريزة بسبب وجود بعض أنواع من البكتيريا موجودة فيها بعد كده بتفرز لمعاية الغريزة مخاط بيساهل مرور فضلات الطعام للخارج فيتم طرد الفضلات على شكل براز من فتحة الشرق نتيجة تقلصات شديدة في عضلات المستقيم مع ارتفاء العضلتين العصريتين على جانبي فتحة الشرق وآخر استنتاج معنا هو أن عدد العضلات العصرة اللي بيحتويها الجهاز الهضمي في الإنسان أربع عضلات وهم عضلة حلقية عصرة لا إرادية بتتحكم في فتحة الفؤاد وعضلة حلقية عصرة لا إرادية برضو بتتحكم في فتحة البواب وآخر عضلتين وهم عضلات عصرة إرادية موجودة على جانبي فتحة الشرق وإيه العضلة الداخلية والعضلة الخارجية بعدما الجسم يخلص من عملية هضم الطعام بينتقل المرحلة اللي بعد كده وهي الامتصاص والامتصاص هو عبارة عن عبور المركبات الغزائية المعضومة إلى الدم أو اللنف خلال الخلايا المبطنة لللفائفي واللي اسمها الخملات في منطقة الأمعاء الدقيقة لما نجي ندرس تركيب جدار الامعاء الدقيقة باللاحظ وجود انساناءات عديدة في جدار اللفائفي والانساناءات دي بيطلق عليها اسم الخملات بتبلغ مساحة السطح الداخل الامعاء الدقيقة حوالي 10 متر مربعة وده رقم كبير لانه بيساوي حوالي 5 اضعاف مساحة سطح جسم الانسان وده بسبب وجود الخملات اللي بتزود من مساحة سطح الامعاء الدقيقة المعرض لامتصاص انغذاء المعضومة ولما نجي نشوف تركيب الخملة بلاحظ ان هي بتتكون من طبعة طلاقية وده طبعة بيكون موجود بداخلها وعاء لبني أو ما يسمى وعاء الانفاوي ويحيط به شبكة من الشعيرات الدموية الشريانية والوريدية والخملة بتحتوي على خميلات دقيقة ويعبارة عن امتدادات صغيرة جدا لخلايا الطبعة الطلاقية للخملة بتظهر تحت الميكر الالكتروني وبتعمل ايضا على زيادة مساحة سطح الانتصاص تعالوا نشوف دلوقتي الخميلات ازاي بتمتص الغذاء المعضوم بيتم انتقال نواتج الهضم الى الدم واللمف بخاصية الانتشار الهشاي وخاصية النقل النشط وبيكون فيه طريقين علشان المواد الغذائية المنتصة تمشي فيهم في كل خملة الطريق الاول هو الطريق الدموي والطريق التاني هو الطريق الانفاوي الطريق الدموي بيبدأ بالشعيرات الدموية داخل كل خملة وبيمر فيه كل من المياه والاملاح المعدنية والسكريات الوحدية والأحمار دينامينية والفيتامينات الزائبة في الماء المواد دي بتنتقل الى الوريد البابي الكبدي اللي بينقلها الى الكبد وبعد كده بتخرب من الكبد خلال الوريد الكبدي اللي بينقلها الى الوريد الاجوف السفلي وبعد كده بتدخل القلب عن طريق الوزين الايمن الطريق التاني اللي هو الطريق النفاوي بيمر فيه كل من الجليسترين والحمار الدونية وما يزوب فيها من فيتامينات الفيتامينات اللي بتمر في الطريق النفاوي هي الفيتامينات الموجودة في كلمة كده يعني فيتامين ك وفيتامين إي وفيتامين دي وفيتامين إي بعد كده بيتم اتحاد بعض الجليسرين والأحماض الدهونية علشان تكون دهون داخل خلايا الطبع الطلاقية للخاملات وكوزة تانية من الأحماض الدهونية اللي ما اتحادش مع الجليسرين بتلتصوا الخلايا الطلاقية للخاملات على شكل كتيرات من الدهون بواسطة البلعمة فبتتجي جميع الدهون إلى الأوعية اللبنية داخل الخاملات وبعد كده بتنتقل إلى الجهاز اللينفاوي اللي بيحملها بشكل بطيء لحد ما يصبها في الوريد الأجواف العلوي اللي بينقلها إلى القلب بالتحديد الليزين العيمن فبنستنتك كده أن الوريد الأجواف السفلي بيحمل مواد غزائية مهضومة هضما كاملا زي الكربوهيدرات والبروتنات بينما يحمل الوريد الأجواف العلوي بعض المواد غير المعظومة زي الدهون خلال الأوعية اللبنية وبشكل مختصر كده تعالى نشوف الطريق اللي بتمشي فيه للمواد الغزائية الممتصة في الخاملات بتنتقل المواد الغزائية إلى الخاملات يهم عن طريق خاصية الانتشار الغشاي أو عن طريق خاصية النقل النشط وبتمشي في طريق من الاثنين أول طريق هو طريق الدموي واللي بيمر فيه كل من السكريات الوحدية والأحماض الأمينية والمية والأملاح المعدنية والفيتامينات الزعبة في المياه فبتمر إلى الشعيرات الدموية الموجودة في الخاملات وبعد كده بتنتقل إلى الوريد الكبدي البابي وبعد كده بتنتقل إلى الكبد ومن الكبد تنتقل إلى الوريد الكبدي وبعد كده الوريد الأجواف السفلي اللي بينهنا إلى الألب والطريق الثاني اللي هو الطريق اللينفاوي بيمر فيه كل من الجليسرين والأحماض الدفنية والفيتامينات الموجودة في كلمة كده بتنتقل إلى الأوعية اللبنية بالخمرات وبعد كده بتنتقل إلى الجاز اللينفاوي اللي بينهي لها الموريد العجوف العلوي ثم تنتقل إلى القلب اشتركوا في القناة